نروح لنادي الزمالك يعني بدأتنا كابتن علاء نادي الزمالك مع كارترون وصحيح ما تشين كل الحكاية ولكن هل لاحظت ان هناك فارق في اداء نادي الزمالك مع كارترون عما كان عليه مع طبعا ميتشو؟ حارف تطرقت النقطة جميلة جدا كابتن علاء نادي الزمالك و لازم ناس كلها تعرفها ما اعتقدش لكارترون في خلال اسبوع عمل هذه النقلة بوريك ان اللعيبة عليها دور كبير جدا بان هي تقنع جماهيرها باداءها و تقول لجماهيرها احنا هو في الملعب ما اعتقدش لكارترون مع عصر صحرية في خلال اسبوع يعمل النتائج دي او النتيجة المطلية دور والشكل ده لكنوقدر نقول هو ممكن يكون شيف ماتشاط شف ادريك beautifully لعيب اتذم زمامها ولان كانت مشكل就可以 مشكلة mare قاعد فترة مش عارف يحطه فلان لا فلان يعني هو محترما بين عابد الشافي وعبدالله جمع مره يحط عبدالله جمع مره يحط عبدالله جمع مره يحطوا مع ا pasado ومره يحطهم هما الاتنين مع بعض ومه مختنع بالاتنين و بس هو مش قادر يدي قرار مين لما ت奇怪 تراعز كارترون يعمل ايه نفس الكلام ما بين مصطفى محمد وعمر السعيد عمر السعيد ومصطفى محمد عمر السعيد ومصطفى محمد مصطفى محمد هو نمر واحد بيش اقول في نازل زمالك ده في مصر لكن هو برضو ملاقل في الحتة دي عطلته حتة اللي هو متزبزب في ان هو ياخد قرار مين هي ده اللي عطلته ده اللي ما حصلش مع كارتين يعني ده الحاجة الوحيدة انت شاف ان هي ان هي ساعدته اه وهو خلفي بالك الف المؤتمر انا لم ابدأ عملي بعد معنات زمان هو راجل صريح يعني هو لعب الشرقية كابتل مدحط اه ما لعبش غير اتنين محمود على رايحه ولعب مكانه محمد عبدالسلام بالضبط وشكبالة ابتدى مكان زيزه وكان طبعا وضع طبيله يا رايح مصطفى محمد لانه لسه كان جاي من منتخب اللومبي ولعب البطولة كلها صحيح طيب طيب اشرب بن شرقي كارترون لعبه زي شادو سترايكر يعني ده مكان اعتقد جديد بالنسبة لبن شرقي يعني هو ميتو نفسه كان بيعمل فيه ساعات كده لما تقلق مصطفى محمد او عايز يلاعب عمر السعيد فلازم يلاقي له مكان يناسب امكانياته فكان بينزله لعبه تحت الفرود لانه برضو الى حد ما بن شرقي مش الفرود التقريدي هو برضو بيحب يلعب الكورة يقدر يعمل الوانتو يقدر يعمل سروباس يعني في الشرق ايه ده هو عشر بن شرق برضو اللي جاب الجول اللي قدامنا ده بالضبط كده فلكن الناس زي ما لك هيواجه مشكلة كبيرة جدا لو كارترون اقتنع انه بن شرقي فرود احنا هنضيع موهبة كبيرة جدا مصطفى محمد دي مشكلة اللي حصل في النادي الاهلي انه وليد اظهره مثلا بيرمي تيشيرت مصطفى مش هيعمل كده مصطفى ابن النادي ولسه قدامه لوقته طويل جدا لكن هو احنا بنتكلم علينا احنا كزمال كوي احنا بقى ويستوف تالنت احنا بنضحي بفرود بنضحي بموهبة كبيرة جدا فدي مشكلة لازم يحلها كارترون لازم يخل طريقة يلعب بيها ان المصطفى يكون ليه وجود حتى لو مش بشيء صفة اساسية هو عمل كده كابتن مؤمن هو عمل كده يعني هو حتى في المؤتمر الصحفي قال انه هو بيلعبه تحت بس هو في المنطقة دي هو بينطي يعني هوريك الهدفين دلوقتي ونحللهم برضو مع بعض نبدأ بالهدف الاول معك كابتن مؤمن واللي اتنين بتوعب من شرقي يعني نبدأ مع حضرتك الهدف الاول خلي بالك على من شرقي اللي عليه الدوق ده شوف اختراقه من احت الشمال ده جميل دي البصر اللي اتعملت له وشوفه في المنطقة دي تفضل كابتن دايما واحنا بالحال الاهداف الزمالك بتلاقي دايما فيه لقطة فنية حلوة بس الاسف الشديد اللقطة دي بيه اتنين او تلاتة بالكتير اللقطة دي دايما فيها مهارة فردية لو لاحظتها هتلاقي ان العدد مش كبير اول الدرجة دي انه احنا بنهاجم بكساف عدد دي لكن اتعملت بشكل احترافي كبير جدا الباصة كانت من وارا الناس اوبا اه طبع بصراحة يعني جن جميل جدا زي على فكرة جن شحات اللي عملاله امناحة دي اه بس عملاله عكس ايه وهنا برضو المساحة كبتن لكن انا بتكلم هنا على المكان بتاعي انه هقف هنا شوف مكان بن الشرق بقفن في الحتة دي يعني عقل له يالك ده مصطفى محمد ولا التاني مصطفى محمد اللي رجحها لاشرب بالشارة اه اه لا مصطفى محمد اللي هو في عراس المسلس اللي هو عراس اللي عنده كورة اه بالزبط اللي عنده كورة حي ردهاله تاني رجعهاله اه بالزبط كده اه وحطها لأوباما من لمسة واحد وانا من هنا خبتن مؤمن النساج دور مصطفى محمد طبعا النساج دوره اللي هو هو راجل فضار وسندها وهو اللي عمل الجوني التاني بورده تالي بالهدر اه بالهدر لو ما يمعنهاش غراس حربة بالزبط هو مصطفى الفترة الاخيرة دي تحسوا يعني اه وبرده مش هايزين ده يأثر عليه بعيد شوية عن التهديف بعد بعد ال الامبياد يعني لازم برضه عصوره يعني هو اتحصل استرس عصبي جامل جدا اه في البطولة ستة ما تشاط عشان ناخد فيها البطولة اه وكمان يعني انا كان بالنسبة لي كانت غلطة كبيرة جدا انه يرجع وبعدها بيومين يبتدي يلعب ومش بطول دي كانت برضه غلطة كبيرة جدا كانت غلطة الهدف التاني طبعا ما يعملوش غير راس حربة استرايكر اللي هو عارف تايمينج بتاع يطلع بدماغه اهو اه لمسه بدماغه جيلو من تحت عشب بن شرق عشب بن شرق طبعا تحرك كويس اه وبرده انطلاق من من الامق تحت اه وراح برضه هي دي بقى حسة التهديف اللي هو اه كرة جياله لقى الدنيا يعني ممكن كان لها ميت حل لكن هو اختار حل اه جميل جدا وظهر فيه موهبته اللي هو يقدر يجيب فيها جون بالزبط جون جميل وسنة داله حلو مصطفى في ساحة روعة اه كابتن المتحة روعة احنا من السنة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على منتخب بصر بالزبط والحتة التهديفية اه اشارنا الى مصطفى محمد لما كان في طراع الجيش بالزبط بالزبط صاحة كابت متحة طبعا بقى مهاجم مصر ومتخب اولمبي صاحية ايه المنع انت كنت تاخده فطراع الجيش لا لعيب سترايك ركب متحة لا سترايك مش كلام مش كلام